هل صحيح أن النوم بعد صلاة الفجر مكروه إلى الإشراق؟ نعم لأن المطلوب من المسلم طلب الرزق والتبكير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعل خير أمتي أو رزق أمتي في بكورها لا شك أن الاستيقاب وطلب الرزق أو الجلوس لذكر الله عز وجل أو لطلب العلم أو لذكر الله أو التسبيح والتالي لا شك أنه أفضلك من النوم نعم